اشتركوا في القناة المشعوذين وكل واحد يضع تاريخ محدد لانتهاء جائحة كورونا ولا واحد منهم طلع كلام صحيح طيب السؤال البسيط لو عددنا مئة الف وكلنا ولدنا في نفس اليوم فالمفترض ان كلنا من نفس البرج بحسب نظام الابراج وهذا البرج هو البرج القوس على سبيل المثال فصفات هذا البرج هي السعادة المطلقة والمرح وفي نفس الوقت الذكاء والابقرية تمام تمام هل كل المئة الف يكونوا بنفس المواصفات الاجابة لا لانه داخل المئة الفي القاتل والمجرم والطيب والغبي والذكي والملحد والعلماني والقوي والضعيف فكيف تتوقع اختلاف صفات الملايين من البشر ولده في نفس اليوم السلام عليكم وعليكم السلام بحثت عنك في البيت الحمل دورت عليك في المطاعم ما عرفك تحب الأكل الميم أخيرا شفتك طيب تمام 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 طيب تمام لا لا واضح في احد زعلك علاء دعني وشأني ارجوك دعني وشأني وكمان ارجوك لا 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 طالما وصلنا للفصحة اذا الموضوع كبير قل ما عليك محد يعرف الا المشاهدين يا علاء انت رائق وفائق واليوم انا زعلان وهذا الشي مو بيدي واصبع اني يكون زعلان نظام الألغاز ما يعجبني قول ايش فيك الصراحة يا علاء نبتم زعني ومان اقعد يسوي اي شيء خوفتني قلت في شيء خطير ما عليك الموضوع عندي يلا مشينا وين نمشي عند نبتن اخلي يعتذر لك يا أخي نبتن هذا كوكف في السماء اسمه نبتن وانت ايش طلعك فوق وكيف رجعت بهذه السرعة لا 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 لازم تعطيني القصة كاملة يا رب رحمتك علاء خلاص وقف سهزاء انت عارف ان اقصد كوكب نبتن وموقع في الفضاء وتأثيره عليه كيف كوكب ما تقدر تشوفه بعينك قدير يزعلك يا علاء افهم انا برج الثور يعني انت ثور برج الثور مو انا الثور يعني في النهاية فيها ثور يا اخي دي حال انا كيف افهمك ولا اقول لك خليه انبسطها لك الآن كوكب نبتن توهج واطلق طاقة داخلية ووزعها على كواكب المجاورة فنزج عنها طاقة سلبية باللغة الركماتية فصابت جميع اصحاب برج الثور اههههه يعني انت متخلف مجنون يعني عقلك خلاص وده اقلك بس تعان روح انت واحد فاهمك اكثر مني وهذا الشخص من اشهر علماء الفلك المستحى طالما فيها الفلك المستحى فا ان شاء الله انك تستحى وتعقل بس لا يكون مشعوذ ولا ساحر عارفك ما تفرق بين الدكتور والمشعوذ المهم ترى الدور والدخول عنده صعب جدا وياخذ ايام بس ما عليك انتي باسطة ويدخلنا والناس سؤال اخر يسألوا بعض الناس للمشعوذين ماذا سيحدث لي في الشهر القادم عاد هنا انت وصلت لملعب المشعوذين واجابتهم بتكون كالتالي الشهر القادم ستفرح مرتين بسبب امر مفاجئ وستحزن ثلاث مرات من اناس قريبين منك وستفقد شيء مهم بالنسبة لك وستقابل شخص من فترة طويلة لم تقابله لكن لو فكرنا بها قليلا بنشوف انه كل هذه الامور عادة جدا تحصل لأي شخص ومن الطبيعي انك بتحزن وتفرح وتتفاجأ وتقابل احد من زمان ما شفته فالبعض المنسمع هذا الكلام ينبهر وينصدم ويقول بس هذا يعلم الغيب او عنده كرامات ومعجزات لكن هل فكرتم لماذا مستحيل على اي مشعوذ انه يعطيك توقعات دقيقة مثلا يقول لك يا علاء انت يوم سبعة من الشهر بتروح للبيقالة وتشتري عصير برتقال ويجي واحد يأخذ منك ويقول لك مو طعم لازم تغيره تاخذ عصير تفاح اخضر فمستحيل لمشعوذ ان يقول شيء بهذه التفاصيل ولا حتى قريب منها لانه بيرمي تكاهنات بشكل عام ممكن تركب على الجميع ولو صدف شيء قالوا مع امر حدث لك فبيكون صدفة من بين مليون صدفة استغرب من صدقون مشعوذين الابراج يعني ياخذوا فلوسكم ويغدعوكم وفي نفس الوقت بتكون غبيب طفران الان بنزحل بعض الناس وخصوصا بعض النساء بعض النساء اذا تقدم لها رجل ليخطبها تسأل عن دينه لا تسأل عن اخلاقه لا تسأل عن عمله لا بل تسأل عن برجه يا سلام على الطريقة المثالية لاختيار الزوج فتسألوا عن برجه والله انا اريد رجل من برج الثور كيف رجل وثور في نفس الوقت ما ادري حلوها انتو طيب ليش لانها من برج الجدي فبالتالي برج الجدي وبرج الثور متكيفين مع بعض ما ألومكم كلكم حيوانات يعني الرجال أصلح نفسه وعملوا وبيتوا وجهز نفسه من كل شيء وجاء يخطب ويتفاجع بواحدة تقوله لو أنت ثور باتزوجك ما ألومه لو سحب الحلويات اللي جابها معاه هؤلاء النساء المنبطحين للغرب والتفاهات العيب يقع أيضا على من رباهم وللو شافوا كف طالع وكف نازل كم يعرفوا أنه الدين حق طبعا بعد التعليم لكن جيل ما يخلف جيل أميع منه يا نساء الأرض إذا تقدم لكم رجل ذات دين وخلق ومقتدر كلب يشوفي بيدكم وأرجلكم قبل لا يطير عليكم ترى الوضع جفاف الرجال عددهم كل سنة ينقص جزء منهم صار معاكم في الفريق وجزء منهم مقضيها مشكل حلويات نسائية لا يوفر لا مالح ولا حلو أهم شيء ما يتزوج وبعضهم أخذوا ضعية أنا أعشق النساء وأعشق حريتهم لذلك لن أتزوجهم يا خبيث يا خبيث بعطيكم معلومة بتصدم حتى المصدقين بالأبراج لنفرض أنك ولد في يوم 1 ديسمبر وبناء على هذا التاريخ فبرجك هو برج الثور بعد كم سنة برجك رح يتغير من برج الثور لبرج الجدي هو صحيح رح تضل حيوان لكن برجك تغير ليش؟ لأن السنة التاريخية للأبراج مختلفة عن السنة الميلادية والهجرية وكل برج له عدد أيام مختلفة عن الآخر نفس تماما لما تحاول تربط الشهر الميلادي مع الشهر الهجري فلو هذه السنة شهر صفر بالهجري وافق شهر نوفمبر الميلادي فبعد أربع سنوات ستجد شهر صفر وافق ديسمبر ونفس تماما أن الصف في هذا العام وافق شهر محرم الهجري فبعد سنتين سيوافق شهر صفر وهكذا أعتقد كذا فهمنا استحالة ربط يوم مولدك الميلادي أو الهجري بالسنة التاريخية للأبراج فلا تقول لي أن برج الثور يقول لي أن نفسيتي في هذا الشهر ستكون سعيدة لا 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 ما ينفع لأن برجك كل فترة يتغير هذه لوحدة تدمر خرافة الأبراج ذكرت قصة حدثت بين زوجين لا لا هي فعليا هذه القصة تحدث بين عدة أزواج لكن تعال نضرب بها مثال لو واحد من برج الثور معروف أنه الغضب الشديد تزوج واحدة من برج الشمطة وبحكم برجها فعندها برود عاطفي هؤلاء الزوجين مؤمنين بالأبراج بشكل جدي فالزوج يغضب كثيرا ويكره برود زوجته والزوجة باردة عاطفيا وفي نفس الوقت تكره غضب زوجها لا الزوج يقدر يقول لها عدل نفسك وحس فيها وشاركين مشاعرك ولا الزوجة تقدر تقول له تحكم بغضبك لأن كل واحد يعتقد أن هذه الصفات مستحيل تتغير أو تتعدل لأنها صفات ملتسقة فيهم للأبد بحسب نوع برجهم ولا واحد منهم سيحاول إصلاح الآخر فحياتهم ستكون كالجحيم وأنا صغير كنت أعتقد أن الأبراج مجرد لعبة وأذواق وكل واحد يختار أقرب برج يناسبه ويناسب مواصفاته فكنت أقلب بين الأبراج أوصل لأقرب برج يشبهني فأشوف البرج الأول وأقول هذا يعلى يشبهك وبعدين أشوف البرج الثاني فأقول لا 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 هذا يشبهك ثم الثالث والرابع وهكذا مع كل برج أجد مواصفاته تشبهني فمليت من الاختيار واحترت وعجزت أفهم الفكرة من الأبراج تعرفوا ليش؟ لأنه بكل بساطة أي برج بتختاره ستجد فيه أكثر من صفة موجودة فيك إن لم تكن كل الصفات موجودة فيك فالأبراج مبنية على أنها تمثلك وتمثل صفاتك مهما كانت صفاتك ولو كنت قاتل مأجور أو أغبأ إنسان على وجه الأرض الأبراج مصممة لتناسب الجميع وتخداء الجميع والبعض للآن يعتقد أن الأبراج والمشعوذين ممكن يتنبأوا بالمستقبل ويحددوا صفاته وتفاجأت أيضا أن البعض لا زال يعتقد أن الكهنة والمشعوذين والعرافين والمنجمين هم عبارة عن رجال بملابس قديمة يعيشوا في خيمة في صحراء أو كهف لا 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 الآن الوضع مختلف تماما عادي جدا تشوفهم على التلفزيون واليوتيوب وتتصل عليه ويجاوبك ويقول لك حظك اليوم ويتنبأ بالمستقبل والمساكين يصدقوا كلامه حتى لبسهم بدلة وكرفتة وآخر تزين وبعضهم وهذا قليل يكون لبسه شاطح عشان يحسسك إنه مميز فالبعض يقول أنا لا أذهب عند المشعوذين والمنجمين أبدا صحيح ما تروح لهم برجلك لكن عن طريق جوالك وشاشتك واتصالك ومراسلتك لهم كأنك رحت لهم ولو صدقتهم وأومنت بهم وبأفعالهم وبأقوالهم مثل علم الغيب ودفع الضر وجلب المنفع فأنت خرجت من الإسلام نعم الموضوع ما في لعب عارف أن الكثير يأخذ الأبراج وتوابعها للتسليف فقط قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فاسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة العراف هو الكاهن والمنجم الذين يدعون علم الغيب أو الماضي ومعرفة الأشياء المسروقة تصور بمجرس سؤالك لن تقبل لك صلاة أربعين ليلة ولو صدقتهم وأومنت بأفعالهم وأعمالهم الكفرية فقد خرجت من الإسلام كثير من المشاهير مثل قطاع الخرفان كل واحد طالع يقول أنا برجي كذا وأتفق مع برج كذا وتقليد أعمى طيب هل تفهموا ما هي الأبراج؟ لا ما الفرق بينها وبين علم الفلك؟ ما نعرف ليس تتبعوها والله كذا مع القوم يا شقر أتعدب جدا من طبيب أو برفسور أو مخترع وتكون أعمالهم فعلا تحتاج تفعيل المخ بكل قوة وطاقته لكن سبحان الله لما نوصل لموضوع الأبراجع يقول لهم أن تعلن حالة السكون كيف إنسان عاقل فاهم يخلي مدار الشمس والكواكب تحدد صفاته وتتحكم بتصرفاته تدخل يا علاء أنت وصاحبك سلطان الحزين شايف قلت لك نرجعي آية في كل شي حتى أسماء أنا عرفها مو أنت بنفسك كلمتهم من بدري وأعطيتهم أسماء أنا؟ وترى هذا مشعوذ كذاب كاهن يعني كافر يا علاء أتوسوس كيف مشعوذ ما عنده صبح أو فحب وين البخور المتصاعد وين العمامة شغل مخك شويتين شو كيف لابس كرفتة وبدلة والشادات العلمية كلها وراء معلقة أنت تتابع أفلام كثير يا عزيزي هذا الكلام زمان الآن الوضع مختلف بتشوف لبسه أفضل من لبسك يا رجو الآن الشعوذ لها شهادات معتمدة وكاني أقول لك خذ شهادات يثبت أنك كذاب تعال أثبت لك أنه كذاب ولأنه هذا مقطع على اليوتيوب ولا في الأصل لا يجوز الذهاب للكاهن أو الساحر أخبرني باسمك واسم أمك قلت لك ولا إيش دخل اسم الأم في العلاج دكتورك هذا يا سلطان كذاب وغبي شوف يا إنسان هذا الشاب اللطيف اليوم حزين ممكن يعرف السبب طبعا أنا عارف لكن عشان بثبت أمر مهم لسلطان مشكلة سلطان هي أن كوكو نبتون توهج وأطلق الطاقة الداخلية لمكنونة خلاص فهمنا هات اللي بعده بغتص عليك الموضوع لك الضار بالتعبني جميع المسارات الكواكب والنجوم وداراته تؤثر على إنسان بشكل مباشر والله من بدلتك الصفرة وأنا عارف إنك دلخ كمل كمل والأبراج هي تكسيمات الدائرة التي تتمر بها الشمس والنجوم والكواكب وكل الأبراج يحمل اسم محدد من حيوانات وشخصية دينية وخيالية وبناء على يوم ميلادك الموافق لمساره ومدار البرج ستكون من أصحاب هذا البرج كالجوزاء والميزان والعقرب وغيرها وعلى كل برج له صفات معينة طيب طيب بامشي معاك لو أنا من برج القوس أقدر أعرف ما هي أحداث اليوم وباقي حياتي هل أنا شخص عصبي أو حساس وباقي صفاتي بالضبط كلامك صحيح مية من مئة طيب سلطان برج وأثور أنت إيش برجك؟ أثور كنت عارف إنكم ثيران سلطان قم بشينا بفهمك كل شيء طيب الحساب يوم الحساب قبل أن يدخل عام 2020 وقبل الأزمة الأخيرة لكورونا وتوابعها حدثت مقابلات كثيرة مع مناجمين ومتخصصين في دجل الأبراج وكانت أهم سؤالين هي ما هي توقعاتكم لسنة 2020 وكيف ستكون لبرج الثور والعقرب وباقي الأبراج المضحك هنا إن كلهم قالوا أنها ستكون سنة ازدهار وتقدم وسعادة وحرية والثور سوف يصبح أقوى والدلو سيمتلئ الجدي هو الأسعد وفجأة تدخل السنة 2020 ويجي معها كورونا ويدمر كل التوقعات والتنجيم قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فكاذا تتوقع من فاسق يعلم الغيب تعالى نأخذ الموضوع علميا لا توجد دراسة علمية واحدة موثوقة تثبت صحة الأبراج وكل الدراسات تثبت إنها مجرد كذبة تعالوا نحسبها نفسيا وعقليا لو أنت مؤمن بالأبراج وبرجك هو الدلو مثلا ومن صفاتك العصبية والغضب فإنت لن تحسن من شخصيتك لتصبح إنسان أفضل لأنك من الأساس ترى أن هذه هي صفاتك التي فرضتها عليك الأبراج يعني كأن طولك متر ونصف وتطمح تخلي طولك مترين فمستحيل طولك يصير مترين الأبراج جينيا غلط علميا غلط طبسيا غلط وعقليا غلط شخصيا مستحيل أتحدث مع الشخص مؤمن بالأبراج وأخذه بشكل جديد لا يؤمن بالأبراج إلا الأغبياء فقط أسأل الله أن يجعل هذا المحتوى في ميزان حسناتنا أجمعين ويكون صدقة جارية على المسلمين الأحياء منهم والميتين وشكرا لكم من دعم القناة والمقاطب بأي طريقة ممكنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة